أهلا بكم مشاهدين إلى هذا المشاز الأخباري والبداية إذن بالشأن التربوي أين حددت الجن المكلفة من قبل وزارة التربية الوطنية بمتبعة مدى تقدم البرامج دروس العتبة التي ستكون بمثابة مرجعية يتم على أساسها تحضير تلميذ المقبلين على شهادة البكالوريا والمقررة في الفاتح من شهر جوان القادم وبناء على التقارير مناصقية لجن البيداغوجية الولائية المتعلقة بمتابعة وتنفيذ البرامج الدراسية لأقسام سنة الثالثة ثانوي عبر كافة المؤسسات التربوية على المستوى الوطني وكذلك بعد الحوصلة لمختلف التقارير الولائية على مستوى المفتشية العامة للبيداغوجيا وتحديد الدرس المرجعي لامتحاني البكالوريا لكل مادة في مختلف الشعب إلى غاية تاريخ الثالث من ماي 2014 إذن لإطراء النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو السيد أحيرش جهيد مكلف بالأعلام في النقابة الوطنية لعمال التربية ببايتان أهلا بك سيدي مرحبا أهلا بك إذن كما تلوتوا في هذا النص تم تحديد في كل الشعب الخاصة بالثالثة تنوي العتبة ما رأيكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم على الدعوة في الحقيقة نحن في النقابة الوطنية لعمال التربية نرى أن ما يسمى بالعتبة هي بدعة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان اقتحمت قطاع التربية عنوة وصارت أمر واقع مفرود على الأسرة التربوية رغم أن الجميع الفاعلين في القطاع ينظرون إليه نفس النظر ينظر إلينا العتبة هي كما قلت بدعة توارطتها الإدارات المتوالية على وزارة التربية والآن الكل يخشى أن يقول كلمة حق بأن هذه العتبة هو أمر من ناحية البيداغوجية ليس في صالح تلميذ يعلموا الاتكالية ويعلموا السهولة فيما قد يضر تلميذ أن حددت له عتبة دروسه؟ السؤال قيم الحقيقة البرنامج والمنهاج المحدد من طرف الإيجان البيداغوجية على مستوى وزارة التربية أو على رأسها مديري التعليم التانوي وتحدد منهاج أو برنامج مدروس ومرتبط بسابقه ولاحقه التلميذ الذي سيكون طالب في المستقبل في الجامعة مطلوب منه يكون لديه معارف أو مكتسبات معرفية تسمح له لكي يواصل لدراسة في الجامعة وإحنا لما نحدد العتبة ونحدد الدروس التي تحدث من منهاج يعني لا يدرسها تلميذ وما يمتحن فيها نظن نحن من ناحية البيداغوجية أنه سيضر تلميذ يعني في المسار الدراسي والجامعي ضيف إلى ذلك أننا لما تلميذ في بداية شهر فيفريه بدأ يطالب بالعتبة وقتها سنحبس الدروس بمعنى أنه يطلب يعني يحيز من الدروس التي رجحها والخلاة ما رجحها أو لا يهتم بها إطلاقا وهذا السقف المطالب هذا نحن نشوفه بدأها يعني موسم بعد موسم ما هو يتزايد طيب لا ترون ذلك ربما تخوف من الطالب الذي سيجتاز البكالوريا ربما من هذا الامتحان لذلك يتمنى لو تحدد له العتبة بالتحديد هو مشكلة التخوف هو الذي خلال وجود العتبة ووجد أشياء أخرى يعني غير بداؤجية لماذا التخوف من امتحان البكالوريا للإنسان أو التلميذ الذي كان ندرس بطريقة عادية راجع الدروس لتعب بطريقة عادية فهم الدروس لتعب بطريقة عادية استوعب المنهاج استوعب الوحدات اللي قالها لا داعي للخوف من البكالوريا البكالوريا ما هو شغول لم ننصور البكالوريا للسغول ومن بعد نبدأ نطالب من السلطات أنها تنحيل المعويقات بين قوسين اللي هم يشوفوا فيها كمعويقات من أجل النجاح في البكالورية فإذاً رح ننزع مصدقية البكالورية أصلاً اللي هي حالياً رحية تقريباً في الحديث نعم طيب هذا الأمر إذن هو مرهون ربما باستدراك دروس عبر مختلف المؤسسات التربوية سؤال هنا ما هي نسبة استدراك دروس مع أننا يعني بقى فترة وجيزة وتكون نهاية دراسة في الحق نحن نتظر أنه نحن كنقابة وطني عمل تربية كنا نظر أن وزارة تربية تعطينا نسبة استدراك دروس لأن الوزارة هي اللي عندها الآليات لكي تعرف نسبة استدراك دروس نحن نقل من الآن في بعض الجرائد أو المنابر الإعلامية بعض نقابيين أو بعض الأستير يقولوا استدراكنا ولكن السؤال اللي عنده المهمة الرسمية للنظرة في مدى استدراك دروس يا وزارة تربية هذه واحدة تنين لاحظنا أن الناس تتحدث عن استدراك في الطور الثانوي وما تحدثش على الاستدراك في الطور المتوسط بالنسبة لتنمية المقبلة على الشهادة تعليم المتوسط نعم كذلك يعني مروا بنفس تقريبا نفس الدروس لا يتحدثون عليهم أبدا لا يقولون هل أتموا البرنامج هل أتموا المنهاج وما يتحدثش ننتظر في الأيام المقبلة انتفاضا عن تنمية المتوسط حتى هم يقولوا لك أنه عتبة أنت عموا توسطه ولما لا تنمية سنة الخمسة ابتداء يعود يقولون أنه عتبة أنت عموا تبتداء هو واقع غير مغوفي يعني بداغجيا من طرف الجميع الفاعلين في قطعة تربية ولكن فرضاته خلينا نقول بكل صراحة فرضاته ظروف اجتماعية سياسية وعينة في البلاد تتخوف من انتفاضة التلاميذ وبالتالي فهي تلبي طلبات هؤلاء أنا في الحق التلاميذ هدوما نشوف فيهم بالضحايا لأنهم ضحايا رغباتهم الشخصية لو كان جاء تلميذ يعرف أن العتبة ما يشفي صالحه وكان ما يطالش بها وحتى الأولياء في الحق أن نحملهم مسؤولية لأن الأولياء لا يجب أن يخلوا تلاميذ كما قال الأخر في مهب الريح ولا تحت سيطرة عن الرغبات لأن تلميذ حبينا ولكن هنا ما هوش مسؤول على نفسه في الوقت الحاضر نعم إذن إذا ربطنا مصار الموسم الدراسي بالإضرابات التي عشتها الأسرة الطربوية إذا كممكن القول ما هي نسبة النجاح المتوقعة إذا ولينا ربما لها ظروف التي مرت بها المؤسسات الطربوية بصراحة شدري جدا نتائج البكالورية التي يحددها لإضرابات أو إتمام البرنامج أو غير ذلك نسبة النجاح البكالورية تحدها معاييرين أساسيين هما نوعية الأسئلة أو سهولة أو صعوبة الأسئلة والمقياس سلم التنقيد الموضوع من طرف الهيئة الواصية هذه الشيئين هما اللي يحدوا نسبة نجاح البكالورية ولاحظنا أننا منذ سنوات اعتمدنا في قطاع التربية أو في إيضاء التربية على الكم إذن كين سقف منذ سنواتي نسبة منذ سنواتي نسبة منذ سنواتي تحدها هذا التحدي إذا كان عندنا نسبة النجاح في البكالورية هي نسبة حقيقية تعكس واقع التربية تعقس مستوى القطاع التربية إذا كان نسبة النجاح في البكالورية تختع لي مقاييس سياسية اجتماعية إلى غير ذلك فهذا أمر آخر وهل ربما ظروف التي مرت بها الأسرات التربوية تدخل في إطار هذين المعيارين سلم تنقيط وكذلك المعيار الآخر الذي ذكرته هي الأسرات التربوية بجمع مكوناتها لا تشارك في وضع سلم تنقيط أو هناك لجان خاصة هي التي توضع الأسئلة وهي التي توضع حقيقة هي منبتقة من الأسرات التربوية ولكن بحكم أنهم يأخذوا طبع لجنة خاصة يعني يأخذوا في ظروف خاصة فبتالي لا نستطيع أن نقول لك الأسرات التربوية تحبل هذا العب طيب كختام ربما كلمة للطالب الجزائري الذي سيشتاز شهدت البكالوريا ربما سنقول بالطالب لما يسمعوني نتحدث على رفض العتبة وكذا يظنون بأنني ضد مصلحتهم ولكن أنا نقول بكل صراحة طالبا لهم أبنائنا وإخواتنا وأخواتنا ونحبولهم كل الخير مدى بنا حب ذلك وأن الطالب يهتم الدروس في خلال السنة دراسية ينتبه مليح يراجع مليح ويروح لامتحان بقوة بثقة في النفس وبإذن الله ينجح أما أنه يتعلق بوهم بوهم العتبة أنا نسرد لك قصة قصيرة جدا لسبوع الماضي في مديرية مديرات ربيطة الجزائر العاصمة صادفتني أم عجوز مع بنتها مقبلة على شهرة البكالوريا في حالة يرتلها الأم والبنت بحثا عن العتبة وقد أعطيتها من وقت حوالي ساعة من أجل أن أقنعها بأن العتبة هدية هي وهم لا علاقة بالنجاح أو بالدروس شكرا جزيلا سيد حير الشجاهيد المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لأعمال التربيع على كل حال نتمنى توفيق بإذن الله لجميع طلبتنا الأكرم بهذا مشاهدنا نأتي وإياكم إلى الختم